أكثر من سبعة أشهر عن انتهاء الانتخابات في العراق والحالة السياسية تدور على نفسها بلا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة الأمر الذي يكشف عن ترهل المسار السياسي وشيخوخة الفكر الحزبي الذي صار يضيق حتى على استعاب شركاء الفساد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق تحدث في التقرير الدوري السياسي عن هذه القضية مؤكدا أن الأحزاب أثبتت عدم قدرتها على حل مشاكل العملية السياسية وعجزها عن إنهاء ما يسمونه الانسداد السياسي وهم ينقسمون بين طرفين تتخندق في كل واحد منهما مجموعة أحزاب بينما تعطل الحياة اليومية للعراقيين وأضح التقرير أن طرفي الصراء في الانتخابات الأخيرة يستخدمان القضاء الذي يمارس مهام تمرير الصفقات السياسية وحماية الفساد والفاسدين والتلاعب بالدستور والقوانين بحسب أهواء السياسيين إلى أن تطورت إلى صنوف من الحرب الإعلامية والسياسية المطعمة بالتهديد بالسلاح والتصفيات الجسدية وعمليات شراء الذمم بالأموال بينما الشعب العراقي لا يستطيع تأمين لقمة عيشه كما أكد التقرير أن الواقع السياسي أصبح معروفا لدى العراقيين الذين عبروا عن صخطهم على العملية السياسية وقاطعوا الانتخابات بنسبة تجاوزت 85% وهي نسبة كبيرة جدا تشير إلى أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة بعدم جدوى الانتخابات تقرير القسم السياسي بالهيئة تطرق كذلك لعمليات التعتيم والتكتم على المقابر الجماعية المكتشفة في العراق والدور الأممي السلبي في تجاهل التحقيق في هذه المقابر وعدم ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء الدولي ومن خلال عمليات الإحراق والتدمير التي طالت مساجد المرجع الصرخي أكد تقرير القسم السياسي بالهيئة أن هذه الأفعال تكشف حقيقة الإرهاب الفكري الذي تمارسه الأحزاب ضد من يخالفها حتى ولو كان بقضية علمية بحتة